اشتركوا في القناة 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 ألف ميكرو باس من اللي عمرهم يديده عن 30 سنة في القائرة وده يتم خلال 3-4 شهور الغادمة إحنا موقعنا عقد داعنا أو بروتوكول مع ودارة البيئة من ناحية وعلى صلوق الاجتماعي من ناحية أخرى لتجديد ألف ميكرو باس قدام عمرهم أكثر من 30 سنة يقربوا بره المكتبه يعني شرط العملية دي أن الميني باس القديم لابد أن يسلم ويخرج مرة لخدمة ويحل محله ميكرو باس جديد وإحنا هنساعد السوائين في دفع الدفعات المقدمة لعادي الميكرو باسات وهتشتغل بالرئيس وده نجح للتجربة وأنا متوقع أنها هتنجح هنستمر بقى فيها ونحدث بعد كده الألف ميكرو باس البتاليين والألف اللي بعدها اللي عندنا في القيارة حوالي 9000 ميكرو باس الكثير منها عمرت حدة 20 و 25 و 30 سنة وإحنا مهمتنا أن احنا الوقت نأتي بجديد وتعمل بالراز وتبقى عليها رقابة أكتر ووهجاز في ديادة طاقة القدرة الاستعابية لأسطول الدائل العام في محمد القائمة وهو ده اللي احنا بجدنا عليه ديوقتي احنا قلنا من شوية مرة الفاكتة أن احنا عندنا عود لتوريد ألف مية وخمسين أوتوبيس وصل منهم متين بالفعل وأدخلناهم بالخدمة العقد الرقق التاني ب 150 أوتوبيس هيدخلوا الخدمة اعتبرد من آخر شهر سبعة اللي جاي يعني نتكلم على يمكن حوالي خمسين يوم من دلوقتي يبدأ ورود دفع العقد التاني اللي هو مية وخمسين أوتوبيس سويدي من اسكانيا يبدأ دخلوا الخدمة اتباعاً اسموعياً في النص الأخير من شهر سبعة اللي جاي ويمكن النص الأول من شهر أغسطس اللي بعدين احنا بقى مستمرين بعد كده في تنفيذ العقود اللي احنا وقعناها بالفعل وهكذا انا عاود اقول لحد يقول هل العدد دا 1300 دا كافي حالي لأزمة فقايرة لا مش كافي انا عاود اقول انه من 2008 لم ندخل لقايرة أوتوبيس جديد فاحنا نجحنا حلال الحكومة نجحنا حلال بتاع 4 شهر الماضية فقط من ضمن الخطة العجلة ومن ثم الخطة السيسومرية للدولة انها تدعاق بالعداد الكبير اللي انا بتكلم عليها لكن الطائرة تحتاج حوالي 4000 إلى 5000 أوتوبيس إضافية لأن احنا نتكلم على أربعة تلاف أو خمس هاتف نتكلم على أربعة مليار جنيه أو خمسة مليار جنيه إضافية عشان نقدر نقول إن احنا بدأنا نحط رجلينة على أول الطريق السعي لكن احنا بدأنا وعملنا خطوة مهمة لكن يلابد أن يتبحق خطواته وهو ده الرأي على فكرة ده أنا بقوله في أي اجتماع يتم عقده عشان نناقش خضايا المرور في القيارة مش هتتحل عن طريق ده ما يوقفش هنا أو ده يوقف هنا أو حاجات دي كلها مطلوبة وكل حاجة لكن الأصل في الموضوع إننا نزود طاقة النقل العام ونديل شبكة الطرق بشكل كويس ونوسحها ونحصل من طاقة عاط ويمكن برضو تكون أنتم ملاحظين إن ده بيتم ديوقتي إننا نتشغالين في معطاقة مصر القديمة بشكل متميز جدا شغالين في امتداد رمسيس شغالين في مصطفى النحاس شغالين في شارع العروبة بمعاونة الجيش تم تقوير كل مداخل القيارة طرحنا عقد كبير لتحكم الإلكتروني في 250 تقاطع في القيارة وده برضو الأول مرة من 30 سنة يتم عمل عقد بإن هذا النوع لـ 250 تقاطع في القيارة يعني إحنا يعني أعتقد إن إحنا ماشينا على الطريق المصحيح ومشاكل المغوف في القيارة أنا متخيل إن هي يعني سوف تتحسن تدريجيا كلما حسننا إحنا من شبه الطرق حسننا من مداخل القاهرة حسننا من إدارة التخاطعات حسننا من الحزم في تطبيق القانون ودودنا ساعة وسائل المهد العام المنظم سواء من قبل القومية المتوى العفاء أو من قبل أي بناء الشهر شكرا للمشاهدة